في أول سؤال وصلنا بيقول لنا أنا عاوز أصلي مش عارف أصلي كل ما آجي أصلي في حاجة في حاجة بتمنعني أعمل إيه عشان أصلي على طول من غير ما أقطع في الصلاة السؤال ده سؤال صادر من قلب صادق يعني الشخص الأستاذة اللي بعد السؤال واضح إن قلبها هي صدقة في اللي هي بتقوله ليه واضح إن هي صدقة في اللي هي بتقوله لأن هي عرضت حالها إن هي عايزة تصلي ومش قادرة تصلي لا هي مش عارفة تصلي هي كل الحكاية إن هي بيحصل لها تشويش بيحصل لها أفكار والأفكار دي بتمنعها من الصلاة أكيد وهي بتقول كده مش أصدها إن هي مش عارفة تصلي لإن مشغلة كتير لإن لو هي مشغلة كتير معروفة هي تصلي إزاي إن هي تستقطع من وقتها ما تصلي به إنما إيه اللي مخليها مش عارفة تصلي في حاجة جواها جواها نفسياً بتمنعها من الصلاة زي إيه زي أنا عايزة أصلي بس مش قادرة أصلي عشان زعلانا من ربنا في كده آه فيه ناس كده أنا عايزة أصلي ومش قادرة أصلي عشان وسواسي بيقول لي أنت صلاتك حتى لو صلتي مش مقبولة فتصلي ليه صلاتك أصلاً مش مقبولة ما أنت عملتي كيت وكيت 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 فتصلي إزاي يعني أو حد يقول أنا أنا عايزة أصلي ومش عارفة أصلي لإن أنا في الحقيقة جاي في إن الصلاة مش هتغير حاجة في وضعي المأزوم ده ما أنا حاسس إن كل حاجة ضدي طيب الصلاة هتعمل لي إيه كل الأفكار دي كذبة كل الأفكار دي كذبة الصلاة هي مفتاح الراحة مفتاح الشيل الوجع الصلاة طاقة مفتوحة بنكون فيها ممولانا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة صلة بين العبد ورب الصلاة دي اللي بتخلك تشوف الدنيا من فوق فتشوف كل الدنيا دي صغيرة فإذا كانت في حاجة في الدنيا بتمنعك من الصلاة لما هتصلي هتشوف الدنيا على حياتها وبعض الناس اللي أمهم بيعرفوش يصلي بيقولوا أنا حاسس إن أنا صلاتي دي مش هتبقى مقبولة لإنما قلبي مش حاضر أنا عايز أصلي بس قلبي مش حاضر صلي حتى لو أنت قلبك مش حاضر حتى لو صلي ولو حتى أنت أصلا ما عندكش إقبال على الله صلي حتى لو ما فيش إخلاص صلي ما توقفش ما توقفش ليه ما توقفش لإن وقوفك عن الصلاة بيخليك تحس إن بقى خلاص أنت مش هتقدر تصلي والصلاة بقى خلاص ما فيش فايدة ولا فيه حل إن أنت تصلي ولزاك نصحتي ثلاث حاجات عشان نقدر نعمل الكلام ده إيه اللي حاصل؟ اوعى تسمع حد يقولك في صلاة الفرض التدرج لا خش وصلي حتى لو عتصلي والصلاة زي الجبل على قلبك أول مرة هتكون الصلاة متعبة ليك مش هيمر تلات أيام بتصلي فيهم مش هيمر تلات أيام بتصلي فيهم إلا وتحس إن ربنا زي ما يكون كده نزل الجبال اللي على كتفك ولقيتها بتفرج إن شاء الله ليه طيب؟ حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب تكرار الأشياء ثلاث مرات وعشان كده صلي حتى لو الصلاة ثقيلة عليك أظن مش هتحس إن فيه حد مكتفك لو حسن حد مكتفك ومش قادر تصلي يبقى إحنا لازم نستشير طبيب لو ده مش حاصل وإنت كل حاجات بتحس إن قلبك مش قادر خش صلي هيحصل إن قلبك يليل لما تصلي يبقى هو أول حاجة خش صلي حتى لو الصلاة تقيل عليك حتى لو قلبك مش حاضر حتى لو حسس إن أنت بتحرك كلام وإنت مش حسه صلي حتى لو عتصلي وإنت في حالة إيه؟ في حالة عدم استمرار وقراءة طويلة في الصلاة صلي حتى لو عتكرر الآيات في الصلاة مع الفتحة صلي بس أما حاجة تصلي بأول حاجة صلي وما تقفش تاني حاجة حاول دائما تدعي في كل سجدة من سجدات صلاتك كل ما تصلي ادعي في كل سجدة من سجدات صلاتك حاجة تالتة أنت حاول كمان بعد الصلاة تعمل حاجة تقربك من ربنا داعي يخلي الصلاة لها طعم مختلف في حياتك وساعتها يبقى أحسن سؤالي بعد كده بيقول لو سمحت يا شيخ في أوقات كتيرة بيبقى فيه حالة كده مع البنات ما بين الأمهات والبنات وما بين الأمهات والأولاد وخاصة في سن المراهقة وساعات بتبقى معها الأباء والأبناء الذكور لو أني فيه مشكلة مع بواقي أو بواقي متوفي هتلاقي الأم دايماً بتميل إلى الأولاد باعتبارهم أنهم بيعوضوها الأمان مش بتميل إلى البنات فقد تكون أمك حصل لها ده لسبب أو لآخر منها سبب نفساني مثلاً أو سبب يتعلق بالمخاوف بتاعتها فعملت كده فلما عملت كده أنت حسيت أن هي بتعمل كده ظلماً لكي وإرادة أن هي تتعامل معكم أنتو البنات بطريقة أقل من الولاد ليه؟ حس أن أنتو عار عليها حسيتو بالرفض بس هي ما عملتش كده عشان كده احتمال كبير تكون عملت كده عشان الأولاد بالنسبة لها هم مصدر أمان وخاصة لو كان فيه خلافات مع باباكي أو كان والد حضارك منتقل فلازم نفهم ده طب لما لما نفهم ده إيه اللي حاصل نفهم إن إيه؟ الأم ما كانتش أصدر لا تزلنا ولا تكسرنا ولا تأزينا ولا بيهي بتكرهنا لإن إيه؟ أنتو أولادها وردو وهي رضعيتكم مكبرتكم وربتكم ما أنا مش عارف هي بتعمل كده ليه؟ ما أنا بقول لكه ممكن يكون ده السبب خلاص سبنا من السبب ده حتى لو ما عرفتش السبب يا بتعمل معاكي كده ليه؟ أنت بتسأليني عشان أنت اللي بتسأليني لو الأم هي اللي سمعاني كنت أقول لها كلام جده طب أنت تعمل لي إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بيه علم فلا تطعهمها وصاحبهم في الدنيا معروفة تخيالي كده لو والدتك بتفضل الأولاد عنك فأنت إيه اللي حاصل؟ صاحبتيها بالدنيا معروفة كلمتين حلوين مساعدة ليها كل الكلامنا هيزول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد ربنا هيعمل كده ويغير قلبها هيغير قلبها لأن هي أكيد مشتاة أن أنت تحبيها بس أنت قررتي أن هي بدل ست ظالمة دي ظالمة بس مجايز هي بتعالج مخاوفها زي ما أنت كده زعلانة أن هي ما راعدش مخاوفك وما راعدش أن أنت محتاجة لها وما راعدش أن أنت محتاجة حاجة عليها هي كمان حاولت تراعي مخاوفها وعملت بمقتضى ثقافتها وربنا أمرنا أن نحن نحسن إليها وأتلاقي إيه اللي حاصل أتلاقي دايما هي بتفضل بينهم يعني دايما بتخليهم هم الصح مجايز وجهة نظرها بيكون وجهة نظر إخواتك هي دايما تغلطنا وما تغلطهمش أبدا هي دايما تيجي تحب أولادهم وما تحبش أولادنا كلام كله مش ممسوك على فكرة وأنا دايما بقول للناس أن الظلم تلتة ربع مظلمنا اللي عند الناس هيبقى عن اختلاف وجهات النظر أنا رأيي لو بتسأليني يعني شيلي من دماغك إن هي بتظلمك محدش يزعل بس عشان بس إيه شيلي من دماغك إن هي بتظلمك لإن هي أمك كان سبب من أسباب وجودك أنت عارفة لما ولدتك إيه اللي حاصل رأت الموت عارفة إيه اللي بيحصل حضرت النبي بلغنا ويقول لنا إن لما المود لما الأم بتنتقل ينادي منادي ماتة التي كنت ترحم من أجلها عشان كده إيه اللي حاصل أحسني إليها ويحاول بقدر الإمكان تحاول تخلي الإحسان ده باب من أبواب التعبد لله قلبها هيتسع وكل اللي كان موجود ده تهيزول أنا عارف وكاني سامع السلطة السلطة مش عارف هي عملت إيه حتى لو عملت إيه ده ربنا بيقول لك لو دعتك للكفر ما تستجبيش ليها وأحسني إليها وهي ما عملتش كده هي ظلمتك في تأديدك أنت ما تقوليش إن هي ظلمتني قولي أنا شايفة إن هي ظلمتني فإذا كان الأمر كذلك اعمل الخير وحضرة النبي قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطع ترحمه وصلها ربنا عينك ويساعد قلبك إن أنت تحسيني أنت أخواتك البنات لأمكم لأنها مع ما كانت هي أمكم وسبب رحمتكم ترجمة نانسي قنقر